اللهم انصر من نفر دين محمد اللهم انصر من نفر دين محمد اللهم اخذل من خذل دين محمد اللهم من رفق بامة محمد فارفق عليه. اللهم من شق على امة محمد فاشفق عليه. اللهم من اراد ان يكيف الاسلام فكتله. ومن اراد ان يخذل الاسلام فاخذله. ومن اراد بالاسلام سوء تصلك عليه زيك انتقامك يا جبار. يا جبار يا جبار. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ازقنا بيدنا بينا شرطة عميئة لا نضمع بعدها ابدا. امين. 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 واشهد ان لا اله الى روح. الوجود ملكه. والقضاء حكمته. وكل الكائنات صور ارادته. اسمع اليه. اسمع اليه سبحانه. وهو ينادي في كبرياء وعظمة على ابن ادم في الحديث القدسي الجديد فيقول ابن ادم يا ابن ادم خلقت السماوات والارضة. ولم اعيد خلقت انا. اخيئيني رغيف اشوقه اليك كل حين. ابن ادم ابن ادم. ابن ادم لي عليك فريبة ولك علي رزق تانخلقتني في طريبتي لم اخالفك في رزق. ابن ادم ابن ادم خلقت ابن ادم ابن ادم ابن ادم ادم خلقتني في طريبتي لم اخالفك في رزق. انخالفتني في صغير بطري لم اخالف كثيره. قال ابراهيم لربه اجعل هذا بلدا امنا وارزقاه له من التمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. فقال له مولانا جل في الاه ومن كفر. ابراهيم يطلب من الله ان يكون الرزق قاصرا على من امن بالله واليوم الاخر. ومولانا تبارك وتعالى يقول له سانسق المؤمن والكافر. قال ومن كفر فهمتعه قليلا. ثم اضطره الى عذاب النار وبقى المصير. ابن ادم يا ابن ادم لي عليك فريضة ولقى علي رزق ان قال استميتي فريضتي لم اخالفت في رزق ابن ادم ان لم ترضى بما قسمت لك فريضتي وجلالي لاصلطن عليك الدنيا. لاصلطن عليك الدنيا. الدنيا. لم يكن الله ان لم ترضى بما قسمت لك فتوفى وعذبك. هناك ما هو اشد من العذاب. الدنيا. الدنيا اذا تطلقت على العبد لا ينام ليلا ولا معارا ولا يشعر براحة الباد. الدنيا اذا حرت او حرت. واذا كثت او كثت. واذا جلت او جلت. واذا ايناعت زعت. واذا اوجفت كثت. وكم من قبول تبنى وما تبنى. وكم من مريض عدنى وما عدنى. وكم من ملك عفعت له على مات. فلما على مات. فلما على مات. وما قعد خرطان الصحان الا حساب الواحد الجبر. يقول الانسان يومئذ اين المصر? كنانا وقت. ان لم ترضى بما قسمت لك فلا مسلطان علي تكتن. تركض فيها رقب الوحش في البرية. لا ينالك منها الا ما قسمته لك ولا هبالي. ولا هبالي. ولا هبالي. ايواء الموحدون من الرزاق? من الخلاق? من الوهاب? من الفتاح? من السواق? من الجبار? من القهار? من الغفار? من الواحد? من الواجد? من الاماجد? من الباعش? من الوارد? من الجامع? من الواسع? من المغيس? من المقيد? من الكبير? من المتعالي? من الولي? من الغلي? من القوي? من العلي? من الحميد? من المجيد? من الحميد? من الرحمن? من الرحيم? من النمد? من الخدس? من السلام? من المؤمن? من المهيمن? من الجبار? من المتعال? من المتكفر? من الخالب? من البائر? من المصور? من العزيب؟ من الحكيم? من الواجد? من الواجد? من الماجد! من الواجد؟ من القوحد? من القوحد? من الوحد؟ واحد القوحد. وحب موحب. الهي الهي لو انه امري ولا التسجير تسجيري لو انه امري ولا التسجير تسجيري ولا الشوق التي تجري بتغفيري الهي الهي يا الله اذا ضاقت عليك الارض بما رحبت فقل يا الله 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 يا ملك يا ملك الميور يا قاهر الجبابان يا رفع السمير بالأمر يا واحد الرصاب يا الاهي الاهي لا الامر عمي ولا التدفير وتدفير لا الامر عمي ولا التدفير تدفيري ولا الشؤون التي تجري في تقديري لي خالق رازق ما شاء افعل بي احاط بي حلمه من قبل تطويري لي خالق رازق ما شاء افعل بي احاط بي حلمه من قبل تطويري واشهد ان سيدنا ونبينا وابمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يحذرنا من دعوة المظلوم كيقول ثلاثة لا تود لهم دعوة الامام العادل ودعوة الصائل ودعوة المظلوم تختح لها ابواب السماء ويستقبلها ويستقبلها الله عز وجل ويقول لصاحبها وعزتي وجنابي لانصرنك ولو بعد حين افتح لها ابواب السماء ويستقبلها رافع السماء ذاته الله هو الذي يستقبلها لا ينوب عنه جبريل ولا نيكاين ولا اسرافيل ولا ملك الموت الله جل جلاله بجبريائه وعظمته وجلاله وسلطانه وبهائه وبهائه يستقبلها بنفسه ويقول لصاحبها وعزتي وجلاله لانصرنك ولو بعد حين احضر من المظلوم سخما صاجبا واعلم واعلم بأن دعاءه لا يحجبه احضر من المظلوم سخما صاجبا واعلم بأن دعاءه لا يحجبه لا يحجبه واذا رميت من الزمال بشدة وعصابك وعمر الاشق واصعابه فضر على ربك اضرع لربك انه لمن يسعوه من حبل الوليد والقرب اضرع اضرع لربك اذا رميت من الزمال بشدة وعصابك العمر الاشق واصعابه تضرع لربك تضرع لربك انه ادتى لمن يدعوه من حبل الوليد واقرب سيدي ابو قاسم يا حبيب الله يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هدت النزائم وما لاحك على الايك الحمائم اما بعد صلاح وماذا الاسلام والحرولة العقيدة اسمع الى قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول اتقي دعوات المظلوم فليس بينها وبين الله حجابه ايها اتقي 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 اقف اليوم امام محراب شعب فسعد ابن ابي والقاس كان مجاب الدعوة فماذا حدث انتقلوا بحضراتكم الان من مدينة القاهرة الى المدينة القاهرة الى المدينة القاهرة حيث عمر بن الخطابي خليفة ومع الدرس الثاني والستين بعد المائة الثالثة اتأذن بحضراتكم في الدخول على عمر وعمر الان اجده يقرأ شكوى قد وصلته من اهل العراق لم تكن فيك الشكوى ذاق موضوع سهل انما كان السحدوي على كهمة يعلم الله انها باطلة 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 ولكن هستأذن امير المؤمنين ان يقرأ علينا هذه الشكوى انها من اهل العراق والمشكو فيه هو ساعة قبل ابي وما موضوع الشكوى ان فعدا بعدما فتح العراق والله امير المؤمنين عمر على مدينة ومدينة الكوفة احدى مدن العراق الفضر ولكن اهل العراق لا يثبتون على حال فارسلوا الى امير المؤمنين عمر بشكوى يقولون فيها ان تعتفن ابي وقاص لا يحكم الصلاة لا يحكم الصلاة لو ان هذه الشكوى قدمت في واحد منا الى اي حاكم من حكام المسلمين اليوما وقيل له ان فلانا لا يحكم الصلاة فسوف يقرأها الامير بسرور ويرسل الى هذا الذي لا يحكم الصلاة ويوليه منصبا من المناصب الكبرى لان الذين يحكمون الصلاة خسر على المستبع والنذين لا يحكم لها مراقل ومصالحون هذه الشكوى خطيرة تساوي في ثماننا التهمة التي يرددها الظالمون اتفاق جنائي على قلب لظيم الحكم بالقوة لا تقل خطرا عن هذه الثق فماذا يصنع عمر وعمر لا يأخذ الناس بالذنة ولا يعاكبهم بالدخية وعمر لا يقل من تقرير يتبه ظالم انما كان يحقق وكان يدكق ولم يكن وراعه دفالة الشوق ولم يكن وراعه هيئة من تفعيل ولم يكن وراعه مرض القناة كل ما كان يستمد العمر من الروح الحي الذي لا يموت ماذا يفعل فارق والمشكو فيه سعد 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 ذكر القادسية ولواء الاسلام وصاحب الدعوة المجابة وقالوا رجول الله كيف لا يصن قال المصطفى الصلاة بالله كيف ثم كيف وهو الذي كان يصلي صلاة ضدق الاصل من صلاة ابن اخته من صلاة رسول الله سعد احد العشارات المبشرين بالجنة المجاب الدعوة لا يفصل الصلاة بالناس سبحانك سبحانك هذا كبرت كلمة تخرج من افوافهم ان يقولون الا كذبات سعد الذي دخل الاسلام عنده من العمر تسعة عشر عاما من السابقين الاولين ولم اسلم بين يتي رسول الله ودخل البيت على امه وعلمت امه انه اسلم ولم تكن هي على دين الاسلام فعزمت وعظمت وعبست وبطرت وتحشرت عنها وقالت له يا سعد بلغني انك امنت بمحمد قال لها نعم يا امه قالت له يا سعد ان دين محمد يأمر ابن ان يكون برا بوالدين قال لها نعم يا امه قالت له انا اريد ان تطيع امه ان كنت برا برفاة امه قال لها امه قالت له امه اعمرك ان تكفر بمحمد والله محمد فماذا قالتها قال لها كلمة لو مزدت في البحر لمزدته ولو صلفت على قمم الجبال لنصفت الجبال نفسه قال لها يا امه والذي بعث محمدا بالحق لو كان لك مئة نفس وخرجت نفسا نفسا لكان ذلك اخوان علي ان اكثر بالله ورسوله مفوص تسول الجبال ولا تسول لان تبوت امه مرة مرة بعد مرة لكان ذلك اخوان عليه من القفر بعد الايمان وبعد سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له ما قالت امه وقبل ان يتكلم سعد مع المصدقات هاجه الرسول بقوله ماذا قلت لامك يا سعد قال سعد وعصابه ترتعش ويكاد الصواب يطيش ويكاد الوجتان يمور كما طمور الريشة في مهب العواطف والقواطف خيرا يا رسول الله فقال فقال له الحبيب لقد انزل الله في شأنك قرآنا اسمع يا سعد الى قول ربك ورصينا الانسان بوالديه حملته أمه وعنا على وقت وقصاله في عامين اشكرني والوالديك الي المصير وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واستبع سبيل من الاب اليه ثم الي ما ديكم ونديكم بما كنتم تعملون وصحنا وصحنا بوالديك وقبل ان يذكر الوصية ففصل بينها وبين الامر حفا يبين فيه ما عانت الامر ما عانت الامر ما عانت الامر لم يقل ورطينا الانسان بوالديه احسانا في صورة الاقلامة. انما قال ورطينا الانسان بوالديه. وبعد ذلك قال حملته امه وهنا على ضعفا على ضعفا. وشدة بعد شدة. باي شيء وصيطه اشكر لي ولوالديك. قرن شكر الله بشكر الوالديك. اشكر لي ولوالديك. ثم ماذا? ثم عاقبة الاية وخاتمتها تخشع لها القلوب. وصف بالوالديك. هذه هي مرحلة الحياة الاولى في اول الاية. وفي اخر الاية يطر الوجود صيا كطيس بجين الكتب. ويدوس الدنيا بسرعة. ويلفها كما يلفت البرق معصرات الغمام. فيقول في اخر الاية الي المصير. الي المصير. فالليل مع ما قال فلابد من تلوع الفجر. والعمر مع ما قال فلابد من دخول القبر. والصيلاح بوالديك. والمصير اليه. اذا ضلق البصر وقفت واجمع الشمس والقمر. يقول الانسان يوم اذا العين ومصر. كان لا لا وطن. لا من جاء. لا من جاء. ولا مأوة. الى ربك يوم اذن المستقر. ايوان اخوة الاعساء ان تقل من بيت سعر. ماذا قال سعد للخبيب? لقد سمع القرآن ربا لديا يتخلق امورا ورحمة كأن اهده بالحياة قال سعد يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى اللهم اشرح فضل ام تعد للإسناد. ورجع سعد الى امه. وقرق بابها. فعندما صفحت له قالت له يا البعث خذني الى رسول الله لانفق بالشهادة في بينا الى المصير. الى المصير. ولم يقل المصير الي انما قال الي المصير. فالي جار ومجرور خبر مقدم. والمصير مفتدى مؤخر. وانما قدم المسند على المسند اليه او قدم الخبر على المفتدى. او قدم المحمول على الموضوع بلغة المناطقة او البلاغيين او النحاة. انما قدم الخبر على المفتدى اني يفيد الحصر والقصر. ليقول لك ان المصير الي انا وحدي لا الى غيري. لا تظن ان المصير الى غيري. فالمصير الي انا. فانا مالك العمدين. يا قال الله الذي لا الى الا هو الحي القيوم. الي المصير. لا الى غيري. معشر الاخوة. وصل امير المؤمنين الى محمد ابن ابن مسلمة رئيس التحديقات في مكتب امارة المؤمنين. وقال له ابن مسلمة خذ هذه الشكرة وسافر الى مدينة الكوفة. وحققها. وزءا اهل العراق عن سعر. عمر لم يكن يؤمن بالتقريرات ولا بالشكاوى الضافلة التائفة لم يكن عند عمر لم يكن عند عمر جهاز يسمى جهاز خراب البيوت. لم يكن عند عمر مؤسسة السجون والمعتقلات. لم يكن عند عمر سجن ولا جلاب. لقد ارسى رئيس تحقيقات مكتب الامارة. الى مدينة الكوفة. يسأل عن سعر. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة فتثبتوا. تفتتوا وتبينوا. لماذا ان تصيبوا قوما بدهالة فتصبحوا على ما فعلتم نازمين حيث لا يمطع النظر. مسؤولية خطيرة. ولذلك قال الحبيب لمعاوية ابن ابي سفيان. يا معاوية. لا تلتمث الريضة الرعية تتكتدهم. لا تتجدد على شعبه. فان الشعب الذي يعيش على التجددات والتقريرات والزهم والزنة. شعب يسكد كرامته. واكتد قوته. واكتد شجاعته. شعب يصيب بعقدة تسمى عقدة الخوف من الخوف. يا معاوية ابن ابي سفيان لا تلتمث الريضة في الرعية تتكتده. وهذا هو النظام الساشي. الولد يخاف من ابيه. والاب يخاف من ابنه. والام تخاف من سوجها. مجتمع الرعب. مجتمع الخرف. ودرب الله مثلا قلية كانت آمنة مطمئنة. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فتفرت انغم الله. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسمعون. اذاقها الله لباس الجوع والخوف. اعظم نعمتين من نعم الله. العمل والشبع. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اصامهم من جوع وامنهم من خوف. وتأمن بعي هذا الترتيب القرآنية الرائعة في اجمى درجات الزلامة. لم يقل فالبس على الله لباس الجوع والخوف. انما قال اذاقها. لو قال البسها لباس الجوع والخوف. لكان الجوع والخوف ظاهري ينكلمات على الجسد. انما عدقها. اي ان الجوع والخوف تفرغل في جمائها. كما يكسب مطعام اذا مات له الانسان وضافه بالانسانه. ملتحى النقمة والغضب اذاقه. كأن الجوع والخوف صار طعامين. او صار مذاقين. زابا في الدماء. يا معشر الاخوة. وذهب محمد ابن مسلمة الى اهم القوفة. الى بلاد العراق. كيف حال صعد فيكم? هلا يحصل الصلاة? فيتكت اهل العراق. اهل العراق كما عودونا لا يثبتون على حال. لا يثبتون على حال. اللهم اصلح حال المسلمين يا رب العالمين. ايها السادة الاعزاء. وقل يما مر اثن مسلمة بمسجد. كيف حال صعد فيكم? يسكت الجالسون. واخيرا دخل اثن مسلمة مسجدا. وقال اخنا كيف صلاة صعد فيكم? فقام له رجل يسمى اسامة ابن قسابة. وقال له انا وقد سهلتنا عن الساعة. فانني اتهم ساعة بثلاث تهم. واجتمع محمد ابن مسلمة الى ذلك العراقين. ما هذه الظهم يا عابة? قال له ان سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. الظهم. الله يعلم ان سعدا بريء منها براءة فئه من دم ابن عقوم. لا يسير بالسرية ان لا يجاهد معنا ولا يمشي مع الجيش خوفا على نفسه. لا يعدل في القضية اي انه فالب. والم فالب. لا يقسم بالسوية اي انه عنده محسوبيات في قسمة الاموال بين الناس. فماذا قال سعد. والسدعي سعد اللي تأخذ الاجابة منه فماذا قال سعد? اما ماذا قال سعد فان المقام لا يستسع لما قال ولذلك يجد لزاما علي ان نعود بحضراتكم من هنالك حيث امير المؤمنين عمر الى هناك حيث مدينة القوفة الى هنا. وما ادراك ما هنا. هنا مدركة محمد صلى الله عليه وسلم. نفطوب على بابها. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاعزاء اذكر الله يذكركم. واشكروه يزدكم. هنا مدركة محمد صلى الله عليه وسلم. نفطوب على بابها. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاعزاء اذكر الله يذكركم. واشكروه يزدكم. واستغفروه ياصل لكم. وطابوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفتحون. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله والي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. خاسم الانبيان والمرسلين. ايها السادة الاعزاء. والان انتقل بحضراتكم الى مدينة القوة بحيث نتمع الى الاجابة من خالي رسول الله. واحد العسرة المبشرين بالجنة الرجل المجاب الزعوة. قال العراقي. حسامة ابن قتالك. ان سعدا لا يسير بالسرية. ولا يقسم بالسوية. ولا يعدل في القضية. وهنا نظرا لحظة المجاب. ماذا تقول فلن اكون لما انت. كلما سارطع شكوايا من الله. الى الله. نعم. الى الله. الى محكمة السماء. الى محكمة الكتب على بابها ونضع الموازين اختصى ليوم القيامة ثلاث ومنفس شيئا. وان كان من قال حبة من اردل اتينا بها وكفى بلا حاجبين. والله الذي لا اله غيره يا معاثر الاخوة. لقد عاثرت مشكلة ما قرأتها في اتالي. ولا وقدت امام صفحة من صفحات مكتوبة. انما عاثرتها بنكفي وما زلت اذكرها كما اذكرتني مشكلة ما قرأتها. كان لي صديق اراد ان يزوجتها. وعثر على زوجة عند احد الصفحات. وعقد عقد الزواج عقد زواجكه على بنت صديقه وبعد عقد الزواج. حصل ان العروض فظهر لها عريس اوجه من العريس الاول. مرتبه اكبر. وجسمه اكبر. ومكانته اعظم. وجدت النفاع بين الطبيقين. ابو العروض يريد من طبيقه ان يطنق قدمه بنته. وابو العريس يقول لقد تفعت لك محرم قطره خمسمائة جنيه. ولم اكتب عليك وصل امانة. ولم اكتب ذلك في عقد الزواج. اعظمي مال ابني وسنصنق ابن شفا. فقال ابو العروض انا ما اخشت منك درهم ولا ديمارة. ورسع الامر الى القضاء. الى قابل الارض. الى محكمة الارض. ووقف السديقان امام القاضي. ابو العريس يريد ماله. وابو العروض يريد طريق ابنته ويمكر انه اخب شيئا. وتأل القاضي ابو العريس. فلع قيسام مالا. قال لعب. ما مقداره خمسمائة جنيه. لقدا وعدا. قال الرجل لقد وضعتها له بضرس انيق عدى له حرجة. فقال القاضي ابو العروض. هل اخذت منه خمسمائة جنيه? قال لا. قال القاضي الى ابو العريس. ماذا تريد منه? قال ابو العريس. اريد منه يمين الله. قال القاضي الى ابو العروض. اتحذف يمين الله? قال نعم. احذف. قل والله العظيم ما اخذت منه شيئا. وقال والله العظيم ما اخذت منه شيئا. وحكمت المحكمة برص الدعوة. وخرج ابو العريس. يقول كلمتين اثنين. الاولى حسبي الله ونعم الوصيل. والثانية وافوض امري الى الله. ان الله مصير بالعباد. وقرى جاب العروسة الى اهده يطمط. فقد كسب المال. كسب المال. استولى على المال. وغدا او بعده ستتزوج ابنته. بعريس يليك بمكانتها الاجتماعية. من دون نجوم اللوامع. ذهب الى اهله يطمط. ولم يكن يعلموا باي شيء حكمت محكمة السماء. انه سمعا نفق بحكم محكمة واره. ولم يطمع الحكم الذي حكمه الواحد. ودخل بيته. دخل بيته طرحا. مصرورا. وقبل ان يجثف عرفه. قالت له زوجته. وقبل ان تسأله عن حكم المحكمة. قالت له ان خلانة خير عروسة. اي ابنتنا تسكو مرضا وعلما شديدا. واقضها الى العقباء. ماذا تسورين ايتها العروسة? قالت اصور بقطعة من الزمر في جنبي. ولما شخ طدها. عالموا انه طرفان في القرى. طرفان في القرى. قبل ان تجبت مداد قابلا. قبل ان تجبت مداد قابلا. قبل ان تجبت مداد قابلا. قبل ان تجبت مداد قابل ارضي. كان قابل السماء سبحانه قبل اصدر حكمه. فرصان نعم. الفق عليها فوق الخنس مرة. خنس مرة اخرى. الفق عليها الف جنيه وهي خاوية على عروسها. ولم يخفع الزوام. واصبح يقلب كالخي على ما امتق فيها. وماتت العروس. ماتت. وضع المال. وذهب ودخلها. وعاد الى بيسه. وقبل ان يجتمع الناس للعداء. شكى هو من نفس الهدم في جنبه. وسخف دوره. فارضه الخرصان. ان في السماء مملكة. ان في السماء مملكة. ان في السماء مملكة. ان في سماء مملكة. الى الواء. الى الواء. الى الواء. انا اصمت انه. انا اصمت انه. ماتت العروس. ومات ابوه. وخرغ الميت. وهذا هو نقص الحديث الذي نفق به السم الشريف. سم رسول الله. صلوات ربي وسلامه عليه. افتعد للحبيب محمد وهو يقول. اليمين الرموز. اليمين الرموز. تضر الضيور بلاقع. ومعنى الرموز ان يحنف الانسان بالله. وهو معتقد انه كاذب. اليمين الرموز ان يحنف الانسان بالله. وهو معتقد انه كاذب. وسميت غموزها. لانها تغمث صاحبها في نار جهنم. ولا كفارة لها. لا يكثرها طيام ولا صلاة ولا صدقة. لان الكفارة لا تقوى على تكهيرها. اليمين الغموز. اليمين الكافبة. الهاجرة. كبروا الضيارة بلاقع. يعني صبر البيوت بلقعا. ومعنى بلاقعا. اي خرابا. صفطا. لا برا فيها عوز ولا امتا. تأكل الخير من البيت. وتصيب اصحابه بالمرض. فرطان او شلل او عمى او غير ذلك. حتى تخرب البيت الذي تعرف صاحبه للحريف بالله كاذبا. لان الحريف الكاذبا يحفظ له عرش الرحمن جل جلاله. يا معتر السادة. ماذا قال سعد? توجه سعد الامارات السماء بنا عبد. اتهمه الرجل بثلاث تهم. فدعا عليه سعد بثلاث دعوات. قال سعد. اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فيما اماني به. فاصل امره. واصل فقره. وعرضه للفتن. دعوات 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 دعوات. ان كان عبدك هذا كاذبا في ما رمالي به. فاصل امره. واصل فقره. وعرضه للفتن. طريق. ويمر يده للسؤال. يمت يده للسؤال يطلب من الناس احسانا. فاذا مرت فيه امرأة رمزها بيته. فيقول له الناس اي الشيخ الكبير. الا تستحي من الله? وانت تغمس النفاة بيتك. فيقول لهم وما با اصنع انني شيخ كبير اصابته دعوة دعوات دعوات. طرع الله فقط حاجبه على عينيه. طرع فقره. ما تهده للسؤال? عرض للفتن. فكان يغمس النساء. ان في السماء مملكة. ان في السماء مملكة. منذ عام المضى متاحة الناس. في احد الاحياء الشعبية في مدينة القاهرة. ولما ذهبوا ليدكنوه. جاد دافل. وفتح القبر. ونبر في القبر ليدخله. ويكتن الامانة. فوجد داخل القبر فجعا. وقال نفتح قبرا اخر. وفتح قبرا ثانيا فوجد فيه فوقانا. شبيعا بالاول. قال نفتح قبرا ثالثا. وفتحوا قبرا ثالث. فوجدك ان الصحبان لسه قد انتقل اليه. فماذا يسمعون? هيختفون القبور كلها? اماذا يقالون? فقال الثافن للصحبان ايها الصحبان. استحلقك بالله. ان تخرج حتى يكتن الميت. استحلقك بالله. احتمت عليك بالله. لفقد ان حتى يكتن الميت. واذا بالصحبان يخرج كأنه يسمع ويعقل. ودخل الثافن ودخل الميت. وخرج. وقال لمن حوله سلمون الطوبة لازمنت لأسد القبر بسرعة قبل ان يدخل الصحبان وقبل ان يكمل خلافه. واجد الصحبان يجري الى دخل قفر. وسدوا على الميت. يا من في دنياه اشتغل. وعره طول الامل. المرط يأتي بردكا ورصد صندوق العمل. ورجع المسيحون الى اهن الميت. وسانوا على اولاده. ماذا كان يفعلوا عبوكم في دنيا. فقالوا لهم لقد كان يخرج ما له بالربا. الربا. يا اكل الربا. يا اكل الربا ماذا يصنع مالك اذا وضعت مع الطوبان في قبر واحد ستقول ما اغنى عني مالك. هلك عني سلطاني. وفيصل المولى امره للزبانية ويقول خذوه فغلوه. ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة براعة تبعون براعة فسلكوه. ايها الاخوة العزاء. انا بس ادري ماذا ذهن مسلمين. ماذا ذهن مسلمين. ماذا حدث بالمسلمين. افترون ايها الاخوة العزاء. انا تعلمونا ان العرب تميد من تحت احدام المسلمين. حربا بين العراف ويران. وحربا بين المغرب والجزار. وحربا بين ليبيا ومصر. وحربا بين اليمن الجنوبية والسمالية. متى يعود المسلمون الى الله. متى? اتدرينا ماذا صنع العميل الامريكاني الروسي. حبيب صميم. الذي كان حاكما في ادران الدار. اتدرينا ماذا صنع بالمسلمين? اعتقل سبعة عشر الف مسلم. سبعة عشر الف مسلم. ليثبت الاخلاص لروسيا. وبعدما اعتقلهم في السجون. جاء بالاطباء. سماد سنع الاطباء. سحبوا منهم الجناء بواسطة الحقد. سحبوا جناء المسلمين. سبعة عشر الف مسلم. سحب الاطباء جماعهم. ونقلوها الى روسيا. وتركوا المسلمين جثة هامريدة. لا حراكة فيها. ماتوا. سبعة عشر الف من المسلمين. ماتوا. بطريقة لم يستقلها نظيم. وتحب السماء. وبعدما جثبت دماؤهم دفنوا في الثلاثين. دفنوا في الثلاثين سجون يا فالكتان. ولم يعلم بلا الله واحدا. ماذا حدث? سبعة عشر الف مسلمين. دماؤ المسلمين اصبحت ارخص انواع الثلاثين على القرى. سبعة عشر الف مسلم. قبل ان تغفوا القوات الروسية ابغادستان. سحبوا دماء سبعة عشر الف مسلم. بواسطة الحقن. سحبوا الدماء. ونقلوا الى موسكو. ودفن المسلمون تحت ورض الزناسين. ثم اسمعوا. اسمعوا المأزاة. اسمعوا المأزاة. وانشيتم فسموها الملهاة. كمبوديا قضت على سبعمائة الف مسلم قتلتهم دفنا بالحياة. وفر من المسلمين من كمبوديا فر الفاني الى سولة القيران. الفين مسلم. حربوا من كمبوديا الى قيراند. حربوا بدينهم. حربوا بتوحيدهم. فماذا قالت لهم طريلا. عربت عليهم احد عن ريس. انى ان يسخهم رسوانية. ويقفى بالله والرسول. وانى ان نسلمهم الى قمبوديا لتقتلها. هذه دماغ المسلمين. الفين مسلم. حربوا بدينهم من القبل الجماعي في كمبوديا. كمبوديا قتلت سبعمائة بطريقة الى طريقة افعام يخدود. حفروا لهم في الارض. ودفنوهما حياءا وهم الذين حفروا قبرهم بايديهم. ثم دفنوهم فيها. وادوهم. وادوهم. فر منهم عن ثاني اثنان. الى فيلنط. دولة مسيحية صبيبية لسراني. فماذا قالت لكم هذه الدولة? انا انت الاسراء. وانا ان نسلمكم الى كمبوديا لتقتلها. ولقد قامت اخو المستشار عن جريشا جزاه الله خيرا. فعرض اللجوء لجوء الالفين على احدى الدول الجزامية التي تعتبر اغنى دولة بالبطرون فرقضت دول البطرون لجوء الفي مسلم قلنا ان يتنصره. وانا ان يقتله. وارث مليون مسلم. اربعون دولة مسلمة. ركبت لجوء الفين من الموحدين. الى ابس. وبعد ذلك يقال. ان المسلمين يريدون ان يعتدوا على الوحدة الوصمية. ما هذا الكلام الفارح? ما هذا الكلام الذي لا معنى له? المسلمون هم المظلومون على وجه الارض. هم الذين تباح دماؤه. ويقتلون بالولوه. المسلمون لا يعرفون الفرقة. ولا يعجزون بالوطلية. ان الوطلية عند المسلمين عقيدة. وليست حرقة. وليست ارتزاق. المسلمون هم المظلومون. بعد حقوقهم. بعد حقوقهم في القصة الغربية. وفي مدينة القدس. وفي اندلل. وفي جزر البحر الواطية. وفي اسيا. وبعد ذلك يستحم المسلمون. لانهم يريدون ان يفتتوا الوحدة الوطمية. من قال هذا الكلام? تبرت كلمة تخرج من اقواههم. ان يقولون الا كذبا. المسلم لا يجدون من يأويهم ويحويهم ويحنيهم. لا يجدون من يأويهم. من يأويهم. واربعون دولة. تدينه بالإسلام. رفضت ان تأوي هذين الالفين الاربها. لو كانوا يهود لآويناه. لو كانوا شعيين لفتحنا داما موت. ولكن العيب في الالفين قال لهم قالوا ربنا الله. لعل هذا النداء يقلو الى حكام السعودية. اللهم اني انادي عليهم في هذا المكان فاسألك ان تبلغ هذا الطوط اليهم. لينقذوا عبادكم. الى السعودية بلد المسجد الحرام وبلد رسول الله. الى البلد الغمي بالفترون. الى البلد الذي جعله الله مسادة للناس وامنا. اللهم بلغ هذا الطوط الى اسماعيهم لاسمعوه. اللهم انصر عبادك المسلمين ايها الى اخوة العزان. يا ابتاء ما اتطلبت. الاجتحانات على الاضواب. حاطلوا الليل بالمعار. وذاكروا بالليل والناس ميام تدخلوا الامتحان بسلام. نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والطيضلية المسلم والمحامي المسلم والقاضي المسلم والمحاسب المسلم والجنبي المسلم والمدرس المسلم والكاتب المسلم والأجيب المسلم كونوا انتم الاوائل كما كان نبيكم محمد هو الاول في جامعة الانبراه.